عرب الوزير الأول فرنسي مانويل فالس وأعلن عن تأييده لتعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت وعرب فالس أيضا في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي هزت البلاد كما قر بأن قرار قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي والمتعلق بالإفراج عن أحد منفذية لاعتداء في الكنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية تقصير واضح ولا بد من الاعتراف بذلك